الوالدة الله يطول بعمرها توفى أبوها و أمها و أختها بيوم واحد عفوا أختها جلست شهرين و هي بالمستشفى من أومها و بعدها ماتت أما أمها و أبوها بيوم واحد يوم نطلع من البيت يعني الآن نروح البيت جدتي و خالتي وجدي أخالاتي نجتمع عند جدتي و نجتمع كلنا جميع مرة واحدة فجأة سووا الحدث توفى بعدها بسنتين رحت أنا و أمي رايحيني للبيت جدتي يوم دخلنا للبيت إلا و الشجرة الميتة اللي كانت تسقيها إلا والغبار إلا والفرش الجلسة اللي كنا نجلس فيها في الحوش إلا الطائريح الطائرة والغبار إلا اعتبت الباب مغطية من السوافي والتراب شيء الواحد هو عديم إحساس يحس في الموقف هذا قرعت من البيت و أنا متأثر بهالموقف اللي شفته بالمرة و أنا أكتب القصيدة اللي قول قعدت تفكر بالعمر و يشتاليه و عرفت شيء ما يبيله تغاضي موضوع يحتاج العناية و تنبيه شيء واقعي ما هو بشيء افتراضي أهلك هم لذات عمرك و ما فيه جمعتهم أصدق شيء بيكون ماضي أمك هناك بحضنها أخوك تفليه و أبوك داخل و بيدينهم يقاضي و تسمع حد أخوانك و صوتها معليه أقول منه و اللي ما أخذ أغراضي و أختك بوسط البيت دائم تزهيه تضايق اللي أشابتك من تراضي و يبتي حد الورعان و يفلت يديه و يزبن على أمك صارت الأم قاضي و أمك تجي منه و هل ينبتيه و الله غير يقلب عليها الأراضي و أبوك بالمشراقة يمد رجليه و تلقى بطوارف صابرينه بياضي عموماً الحق على العمر لا تخليه عز الله أنه وشك على الإنقراضي على أبو يكبر و الكبر ويشتاليه و لم أيضاً ليش عاد التغاضي و الأخ تقفي مع رجلها و تغليه و الأخو ماهو بكل الأيام فاضي و ترجع لمسكنكم تبتشوفوا وش فيه تلقى السوا في مغطياتها لراضي تقعد تأمل و التضايق و ترثيه هذا من ربك ما عليها اعتراضي تقعد تقول الله يزين ماضيه يلي إذا كل وقت ما صار ماضي ترجمة نانسي قنقر